صيانة العقل هذا تكلمنا عنها المرة الفيتة ولكن بقي شيء تذيير إن شاء الله تعالى فصيانة العقل كما سبقت الإشارة إلى ذلك تتطلب مسألتين المسألة الأولى الوقاية وقاية العقل مما يمكن أن يصاب به فيعطله لأن أكرم ما أكرم به الإنسان هو العقل إذن فلا بد من صيانته فلا كرمة للإنسان إذا فقد عقل نتكلمنا عنها شيء إن شاء الله صبرك وأنت إنما تحميه بشيئين من شيئين واسمهما الإدمان المادي والإدمان المادي ويتكلمنا عنه إن شاء الله المسألة الثانية ليست الحماية ولكن تنميته ليس المطلوب في دين فقط أن تحمي العقل من الإدمانين المادي والمعنوي الذي يؤدي إلى تعطيل أكرم ما أكرمنا الله به ولكن إذا قمنا بحمايته علينا أن ننميه لأن مركزية الوجود شكونا هو الإنسان وأفضل ما في الإنسان كما يقول إنسان بأصغري لسانه وقلبه واللسان ترجمان لما يجول في العقل إيه؟ والخير صحيح هذا الآن شاء الله تبارك وتعالى لصيانة العقل وتنميته يتحدث الناس عن العقلية العلمية في مقابل العقلية الخرافية هيك لذلك عقليات فالقرآن يدعو إلى تحصيل العقلية العلمية الإسلام دين علم والعلماء لهم مكانا رفيعة وشهادتهم مقرون بشهادة الله والملائكة في أعظم شيء في الوجود وهو توحيد الله وحدانية الله والعلماء يرفعهم الله تعالى والعلماء ورثة النبيين وحملة الرسالة إلى الناس أجمعين والعلماء كالنجوم في السماء يهددي بها الخلق في البر والبحر وفضل العالم على العابد كفضل النبي على الأدناكم كلام كثير هذا لا حديث كثير ومع ذلك ترى عياذا باللهة السكرة التي صابت الأمة في هذا الزمان سكرة الجهل يستسلم الإنسان للجهل بسهولة ويسلم نفسه لأخطر ما يمكن أن يصيبه في مقتل فالجاهل يفعل بنفسه ما لم يفعل به عدوه الجاهل والعياذ بالله فالقرآن شن حملة شرسة على العقلية الخرافية ولذلك حارب الإسلام كل هذه الأمراض التي تفتك بعقل المسلم خاصة المسلم ما يخصكون والعياذ بالله عنده السيدة في العقل غير الفكرة اللي جي تيقها يولي سماع للكذب ناشر لما يقول الناس يحدث البلبلة والفتنة في الناس لا قلت على المسلم مصفات تزن كل شيء بميزان الشرع حتى كان الإمام الجنيد يقول وهو من آئمة التزقية والتصوف لا يمكن أن تقبل كلام أي أحد لا بشاهد عدل الكتاب والسنة ولا كرامة لأحد بعد رسول الله ولا عصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذه مبادئ يخصي وعرفوها المسلمين اللي يبشي وتربعوا في الزاويات وتربعوا لا يخصي السلشلة بركة وتالي يكون عارف هذه المبادئ بشي يقول اللي يجي يديه هذه تديه داعش باسم الجهاد هذا يديه شكول المتصوف المحارف هذا يديه لا لا يستطيع أن يكون عقل علمي عقل علمي يصفي يصفي اسمعوني يا شباب راح نفس منتع الفتن ومن علامات الساعة أن الله تعالى يرفع العلم لا ينتزعه من صدور العلماء لا 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 يسلب الله العلم من قلوبهم بعد أن حصلوه وبذلوا الجهد من أجل تحصيله فالله لا يضيع أجر المجدين المجتهدين لكن يرفع العلم بموت العلماء فكلما مات عالم دفن ودفن ما معهم من علم كان علي يشكو من قلة من يحمل علمه فلا يجد من يحمل علمه غريب بين الجهال حتى قال إن هنا علم لا أجد من يحمله ويتحصر على ذلك إذن الإنسان لابد أن يعرف أن العقلية العلمية مقصد من المقاصد التي يريدها الشارع خاصة عند المسلمين وهي التي تعطي للإنسان الكرم أنتم ما بريد تستمعون بيصلى علي وسلم يقولنا هذا الحديث تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة بماذا يباهي الأمم يوم القيامة؟ ماشي يباهي بالرجال العلماء العاملون الصادقون ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سأتحدث عن أربعة أمور يحاربها القرآن لتنقية هذا العقل من مقاتل قد تصيبه وتنهي دوره وتجعله عياذا بالأرقما كيف نسميه؟ صفر على الشمال غزيادة كما قلنا غثاك غثائي السيد المسألة الأولى التي حاربها القرآن قلنا هذيك المراياك واسموه هي؟ الله يخليك واسموه يا زي لك من ملدع بها شهر واسموه هي؟ قلوه لا يبغش الظن الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وتحدثت لكم وقلت لكم إن النظر إلى الأمور يمر عبر مراحل فهناك الوهم زين وهناك زين شكوا وهناك الظن وهناك الياقين واسموه هو الوهم واسموه هو الوهم النص اللي غالب عليها الأوهام ما يخدم مواله وعايش في وهم كما واحد السيد كان يأكل السبع فيه من اللي وصلهم لجهة الكرش قال يا رب نكون غير النوم هذا يأكل فيه ومتى يكش هذا يأكل فيه السبع هذا غالب عليه الوهم الوهم واسموه هو قل قل واسموه قل وخمسين في المياه من صفر غال غالى الخمسة وعشرين ستوعة شهة التالت من يتقول عندك نعم ما سدي خمسة وعشرين في المياه ما قل تقول واسموه هذا وهم هذا غيوة الروبو شك واسموه نص نص مشاولا ما مشاش أو درني شاك مشاولا ما مشاش هين شاك الظن واسموه هو فوق خمسين في المياه الأمر كيرجح ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم قال بعض المفسرين الظن هنا اليقين وقالوا حتى ولو لم يكن اليقين فمجرد أنك تظن أنك ستقف بين يدي الله لتحاسب على كل ما بضر منك في هذه الحياة هذا كفيل بأن تتخذ الاحتياط هذا غض كما قال سيدر بيس وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم يظنون قال بعض المفسرين إذا كان العبد يظن فقط فوق خمسين في المياه أنه يلقى الله وأنه إلى الله راجع فعليه إذا وقف بين يديه يستشعر قربه وأن يخشع قلبه وأن يعرف أن وقوفه بين يدي الملك أعظم من وقوفه بين يدي أي بشر لا يملك لنفسه نفعله هذا غض فكيف إذا كان اليقين واللي فوق هو اسم هو اليقين وش حال مياه وبلا آخرة هم يوقنون إذن اليقينية فاشكين كبرى اليقينية فاشكين التي لا ينبغي للظن أن يتطرق إليه واسموها اليقينية اسموها اليقينية يقولوا إلى الوقت واسموها اليقينية الغيب الغيبيات التي لا مجال فيها للعقل أن يتفكر فيها فهي أعظم من العقل ولا يدرك كنهها العقل وإن راح العقل يتفكر فيها هلك تفكر في خلق الله فتهتده لا تتفكر في ذات الله فتهتده ولكن بالعقل يصل أن هذه الغيبيات حقيقة باش باش معرفة باش أن لهذا الخالقي زين الخلقي خالق بالدلاء العقلية وأن هذا الخالق خلقنا لمن لعبادته وأن الله لما تعبدنا أرسل إلينا رسولا وأنزل معهم كتوبا وفيها الوحي الذي لا يأتي هكذا بالعقل يعني حتى الغيبيات التي لا قدرة ولا قدرة للعقل على أن يتصورها حتى هي تصل إلى حقيقة يا باش بالعقل لا بالعقل لكنها هي يقينيات الذين يؤمنون بالغير هو الإيمان يؤمن بالغير فلا ينبغي أن يتترق الظن إلى هذه أبدا فلو تترق بعض الظن إلى مسألة الإيمان والإيمانيات والغيبيات فهذا واسم 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 كفر أنك خرجت من الملة ربي 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 والحول ولا قوة إلا بالله إذ يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصوا حينما يتحدث الله عن الآله التي اتخذوها أندادا من دون الله يقول سيد ربي إنما اتخذوها غالبة للظن والظن لا يغني من الحق شيئا هذه وسائل مهمة ثم في اليقين فيها واسمه فيها درجة اليقين واسمه كيف كيف علم اليقين أمورها أعين اليقين عظم أمورها حق اليقين اليقين يقول عندكم مياه لمياه قال النبي صلاحي لحارثة كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا حقا قال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قول فقال أنا أضمعت نهاري أصهرت ليلي عزفت نفسي عن الدنيا كأني أرى إلى عرش ربي بارزة كأني أرى إلى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها كأني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون رؤيا رؤيا وأهل النار في النار يتزاورون قال عرفت فلز قال علي بن أبي طالب لو ناد مناد أن القيامة غدا مزددت يكينا وصلت إلى اليقين الذي ليس بعده يكين هذا اليقين أين اليقين هو هو حين ما ترى اليقين متى نرى اليقين شاء متى نرى شاء فخر من أنت توصل لك الروح لأنك ترى الملائكة ترى موضعك في الجنة موضعك في النار فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدي أي أن البصر الذي حجب في الدنيا على ما لا تبصرون لأن العالم فيه ما تبصرون وما لا تبصرون فإذا وصلت إلى النقطة التي تخرج فيها من عالم المشاهدات إلى عالم الغيبيات تطل من هناك فترى ملك الموت الذي كنت تؤمن به والملائكة حينما تنزل عليك عند الموت وترى مقعدك من الجنة وترى كل شيء هذا عين اليقين يا سيد يا ربي من أن تبقى تقرر القرآن في سورة يسيك يقول أذو كل ناس من بعثنا من مرقاتنا من بعثنا مرقاتنا شيء وحد المؤمن يقول هذا ما وعد الرحمن وزين وصدق المرسلون شيء يقول هلو مشكول شيء يقول منين يخرجوا من الطرابوس ما يقول يا ربي يا ربي يا ربي وفي الرحنة يا ربي في الرحنة تلفين ما كانوا شعار فيه يكون ناحذهمهم ومن يقول له أو مثل هذا السؤال يسأل مالك انت قد قعد الحياة كنت غايب انت قعد غارق هذا ما وعد الرحمن إنكم تموتون كما تنامون وتستيقظون وتبعثون كما هو الذي يتوفن الفسحين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضاء عليها ويرسل أخرى إلى هذا عائل عنو اليقين ترى كل شيء واسمه حق اليقين حق اليقين ها ها ما شغل تشوفه تعيشه آه لأنه شاف النار هذا واسمه علم عين يقين من يدخل النار واسمه هو الحق الذي كان يجحده الحكم والتكاثر حتى زلتم المقابر شخولي لهاك على هذا العلم دي اليقين وهلا شخول التكاثر فقط شفقت حتى زلتم المقابر العالم دي الاخيرة اللي عندكم فيها شكل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تهدي كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يوم وحق اليقين واسمه وما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم يعيشها وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين لقد دخل جهنم التي كان يكفر بها فهو لم يراها فقط ولكن دخلها هي الحق حق الله سبحانه عز وجل الضم يبقى إسا يتكلم على أهل المسائل بالضم بحال شي وحده يقول لك مثال شي فلاسيف يقول لك أنا لاش غدي ندير مع هالقيامة ولأخير لاش غدي ندير أنا غدي نكون مزيان غدي نكون مزيان لأن الشرب الخمر مش مزيان القمر مزيان الزين مزيان غدي نترك ماشي طاعة لله لكن نترك لأن الحياة ما تكون مزيان إلا إذا تركتوا فإن وجدتوا أن القيامة أو الحساب على هال الأمر حقيقة نكون ونجحت. وان وجدت غير ذلك فلا اندم. بعدها انا ما درتش حاجة اني ماشي مزيانة. هذا نجح او لا مشاه? مشاه فش كورة مقطة. واخه كان يصلي ويصوم وما يدرش الحرام. لان اش كان يدير ذاكش? كان يدير لقمار مع سيدة ربي. يقمار مع ربي. لا حوله ولا قوتي له. هذا قمار مع سيدة ربي. قمار في الاخيرة. الاخيرة والغيبيات بيهم بشف الظل الله. انا من هنا نقرأ القرآن. ونفوت على اول اية في سورة البقرة. نقول سبحان الله. يا لحكمة ترتيب القرآن في المصحة. الف لا مين. ذلك الكتاب زي. اللي ولا اسمه. لا ريب. لا ريب. قالك في كل كتاب يكتبه صاحبه. وينفق السنين من اجل تأليفه. يجتهد ويصححه. في تلك يجي يكتب المقدمة. كي يدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الله على الحمد. صلى الله عليه وسلم. انني اعلف اعلفت هذا الكتاب كذا وكذا كذا. واني ارجو ممن يطلع عليه ان يجزئ لي النصائح. فكم من تقصير كذا كذا. يعني يعتذر على التقصير. يقول مجهون. الا كتاب الله. اول كلمة. لا ريب. يا ابنى دم ما عندك. ما تصدرك على الله. لو كان من عندي غير الله. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكانت تصديره في القرآن في اول آية. ان هذا القرآن المنزل من رب العرباب. لا ريب. في انه كلام الله. ولا ريب في انه الحق. وليس بعد الحقي للضلال. فيه. هذا ما كش. هدى. لما. شكون هما? الذين يؤمنون بالخيب. اشتا سيدي. اشتباش في الظلال صدر بي سبحانه وزوجه. ها. اه. اه. قضية الظن. قضية. المسائل الغيبية. ينبغي ان تزول من هذا العقل. كل العلماء انت على المسلمين. الذين يستعملون مسألة الشك في المسائل تعلقية ما وكذا. كل اللي يبغي اذا ما يوصل لحقيقة هيك. ما عليش. قادر قبل ما يوت يموت يوصل لحقيقة. وقدر يمشي هاكذا. لكن اللي يجي اليوم. ويتكلم مع الشباب ويقولهم. علي ان اخلخل وصول الدين كلها. حتى لا تعود هذه الامور عند الناس من المسلمات. انا اريد ان اقول للمسلمين السنيين. لماذا تلقيتم صحيح البخاري كله تلقيا كذا. ففي صحيح البخاري كذا وكذا وكذا. ويضرب البخاري. ويضرب مسلم. ويضرب الزمخشدي. ويضرب. ويضرب. ثم يشكك الناس في عذاب القبر. ويشككون في نزول عيسى. منهاج الشك في الامور اليقينية. اي جديد تريد ان تأتي به للامة. غير اشغالها في امور لا مخرج منها. انما المخرج منها هو الايمان بها. كما جاءت من عند الله ورسول الله. صحيح. استعمل عقلك في ما ينفع الامة. فالامة محتاجة لمن يخرجها من عنق الزجاجة. في امراض اجتماعية اقتصادية. الامة تقدل تسفك وانت خرج عن الامة تشككها في اصول كليات. غيبيات. هذا الظمن الاول الذي ينبغي ان نمحوه من عقولنا في اليقينيات. الغيبيات. يا كاسد يعني. يعني هذه الليلة. ايضا كانش ناس لمشي شيء ان شاء الله تبارك وتعالى يتكلموا عن الغيبيات. يشككو لك حتى في امور زين. هي من ها التي تعتبر عند الامة ها من النصوص لك اسميها ها القطعية الثبوت القطعية الدلالة. اللي ما يشك فيها حتى شو بعد. الظن في هذه الامور شو. انسان الى سلم الامر الله تعالى. وقال له واحد اشكال في الفهم تعشر نص. يقرأ. يقرأ بزيان. ايه ويفكر. فسيهديه الله بقبس من نور الى الحكمة التي غابت عليه. اما ان يأتي هو الجاهل. العقل المخلوق المخاطب الصغير. صغير. فيتعاظم ويتعالى ليقول على الله بغير علم. ها ربي تستر. ها ربي تستر. الله يرزقنا التواضع. ها ربي تستر يا ربي تستر. لكن الناس ما عارفهش. ما عارفهش. الظن. ثالثا. لا ينبغي ان يتترق الى الى الله في معاملته مع خلقه. حصن الظن بالله. فلا يجوز اساعة الظن بالله ابدا. ولو ملأت الارض عسيانا. يا شباب الامة. يا شباب امة رسول الله. لو ملأ احدكم قراب الارض خطايا. وجاء الله تعالى لا يشرك به. جاءه بقرابها مغفرة. ولو ملأت ذنوبه عنان السماء. فاستغفر الله لغفر الله له ولا يبني. اسمعوا. اسمعوا يا احبابي يا الشباب. هاتزمنت على الفتن. وهالعداد انت على الناس يسقطون في المعاصي تحت ضغط واقع بعيد عن دين الله. يستهو والالباب. الفاحشة فيها تشهر. والمعصية فيها تنصر. والعرف فيه يقهر. ولذلك كل شيء يدعوك الى الفاحشة. ايه لا سقط. ايه لا سقط. السقطة ماشي شيء تعيب. ما يجيش مخصك. اللا تسيء الظن بالله. ما يجيش يبنيش يقولك ايوه ايوه اقفرتها والله ربي ما يغفر لك. ايه لا قلت والله ربي ما يغفر لك. واسموه غادي يقسك. الوسواس. واذا اصابك الوسواس. غادي التعذب في الدنيا والاخرى. على كيف يضربوا للتليفون ساكين يومي ينسحب المعاصي. ولذلك واسموه كين? كين سوء الظن بالله لا ينبغي ان يتطرق الى عقلك. فلو عصيت الله بكل انواع. سمعوا لها الشاب بالله يرحم والديكم. اسمع لي يا الشاب انت وانت وانت الله يخليكم. استمعوا لي بزيال. ما عدنا عودو نتلقى ولا ما نتلقوش. غادي نموتوا وللقا وصيد ربي نبلغوا هالمسألة. شو? لو كان يسرى اللي يسرى. والدير اللي يدي. واللي صيد ربي يقبلك. الله. 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 ومن يغفر الذنوب الا الله. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم. على رجل يجود بنفسه. يموت. قال له كيف تجدك? قال يا رسول الله. اخاف ذنوبي وارجو رحمة ربي. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم. مجتمع هذان في قلب العبد. زيد. الا امنه مما يخاف. وعطاه ما يرش. الله الله. الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. الله. اقل اليمزين الله. اقل اليمزين. لا يموتن احدكم. الا وهو يحسن الظن من الله. لا إله إلا الله رسول الله. الوالد عزوج ديالي الوالد ديال زوجة ديالي بات هذا السمنة في يوم الجمعة مع 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 الآذان حينما نقرب الآذان كان لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فلما دنى الآذان قلب وجهه في اتجاه القبلة. هاي هاي. ثم داروا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحصن الظن بالله. احصن الظن بالله. الرابعة في الظن. الرابعة في الظن ما اسموية. ان تحصن الظن بالمؤمنين. خصلتان عند المؤمنين من أعظم ما يتقرب بها المؤمنون إلى رب المؤمنين. عقل عليها مزيان. الله يرحمه واندك عقل عليها مزيان. كثرت الكلام كنت نكثر الكلام وما كناش قالوا لي لها المرة يخصي بلاتي وكثرت الكلام وما ناس ما تنفعش. اسماتي. خصلتاني. من أفضل الخصال التي يتقرب بها المؤمنون إلى رب المؤمنين. سجل عنك. زي داسي. حسن الظن بالله. وحسن الظن بالمؤمنين. لو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وخصلتاني. خصلتاني. من أسوأ خصال المسلمين. الصافي رحمه الله. لا عزي. سوء الظن بالله. وسوء الظن بالمؤمنين. يقدر يجول في عقلك وقلبك سوء ظن في مسلم. يقدر لا ما يقدر. يقدر. إذا وقف موقف الشبهة يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فدخلت عليه صفية أو ميمونة أو لا أعرف. فلما أراد أن يعود بها إلى البيت. إذا بصحابيين أسرعا. قالوا رسلكما. فوقفا. فقال انظروا إليها إنها أمكم صفية. قالوا غفر الله لك يا رسول الله ربه ربه. قال لا. لا. مخافة أن يوسوس الشيطان لكما. لأنه يجري من من آدم زر الدم. فيشكككما في نبيه. فتهلك رحمة بكما. إذا كان يصلاح الاسم ليخاف على نفسه. ويدافع عن نفسه من مواطن الشبهة. فالناس من باب أولى. إذن إذا كانت واقف موقف الشبهة. يمكن الإسان يسيء الظن بك. لكن إذا أسأت الظن بأخيك. ماذا مخصد دير؟ ماذا مخصد دير؟ لا 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 أسأت به الظن. قلت آذك صدر وقفت الميه. ذاك العفريت. ماذا ما قد يدير؟ تواجهه. آه واحد كالك تواجه. الثاني استغفر له. ها؟ توكيله أمره إلى الله. ها؟ ها؟ أتيقة. نياك. هذه المصيبة. إذا ضمنت فلا تمحقق. إذا ضمنت. أقل المصيبة. إذا حسدت زيد. عاقلوا على هذه الله رحمة لكم. عاقلوا على هذه في الحياة. نتعكم الله جزيكم بيخير. اكتبوها هذه. إذا حسدت فلا تبغي. يا كاسي. إلا حسد ما تخرجش الحسد الظلم. لا تبغي. لا تبغي. خليه في القلب ديالك ما يحسبك شبي. يغفر لك ربي على. ها؟ أنا ذاك الحسد اللي هو أجمره في ديال قلب ديالك وما خرجتوش. قد تحاجر. اتجاهدو. قد مع تطفق. إذا حسدت فلا تبغي. وإذا ضمنت فلا تحقق. عاقل مزينة. والثالثة. إذا تطيرت فلا تعود. تكون غادي. تبغي لك شيء حاجة تقول. آه صباحنا على الحال. وتولي. ما توليش. لأن في الوقتك تكون نسبت التأثير في الكون لغير الله. زيد. ناول لكل هذه. ديوها مزيانة. مخيرة هذه. إذا حسدت. زيد. فلا تبغي. إذا ظننت فلا تحقق. إذا تطيرت فلا تعود. علاش هادشي. باش تبشي تخدم سوارك. أرى ما عندكش لوقت اللي تضيعه. واش تبقى لهيلي انت واش وليت محقق. اجيب هذي وسقصي هذا وسقصي هذا وليت اللي بيد قلت وليت انت يذرك كونان. يسميولي واحد كي يسميولي ذاك. كونان ولا كي محقق كونان. انت ماشي كونان. انت عابد سيدة ربي خستك تشت تقضي سوار حكي. له الضمع هذا وهذا. ابن عمي. لو انك قضيت حياتك كلها في النظر الى عيوبك لما اتممت معالجة نفسك من عيوبك. فكيف تجد الوقت لكي تنظر الى عيوب الاخرين. وانت لست مسؤولا عنهم. انك شوف. لست عليهم باسم. ماشي. بحفيظ. انت لست حفيظ على اعمالهم. فالعقلية العلمية. اول شيء حارب الاسلام ما يخدشها هو الضم. عقل مسيح. الظم في الغيبيات مرض عضار. وضياع للوقت. واحضار للجهد. واستعمال لنعمة العقل التي اكرمنا الله بها في غير محلها. ثانيا. زين. التشكيك في قطعيات ديننا. زين. التشكيك في قطعيات ديننا. تعاظم في غير محل. وتعال على شرع الله. واستكبار عن آيات الله. او جهل مركب مركب. الثالثة. حسن الظن بالله. فلا تموتن الا وانت تحسن. وقبلها ملأت الارض بالذنوب اعلم انه لا يغفرها الا هو فارجع اليه. صحيح. هذا القوع. الرابعة. ان الظن بالمؤمنين ينبغي ان يكون دائما خير. خير. هذا اربعة القواعد ان شاء الله تعالى. اربعة قواعد اليوم. في مسألة ان شاء الله تعالى. محاربة الظن. باش تبقى العقل ديالك ان شاء الله تعالى. المرة جزي ان شاء الله. الهوى. يتبعون الى الظن وما? تهوى الانفس. الهوى. الهوى. يعمي العقل. كما الظن. فنسأل الله تعالى سبحانه. ان يأفوه عنا يا رب.